بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر المرسلين أصل التيتوريال Chapter 5 External Forced Convection Problem 5 2 Cooling of Hot Block by Forced Air at High Elevation The Local Atmospheric Pressure in Denver Colorado Elevation The Elevation تبع هذه المدينة هو 1610 meter Pressure 83.4 كيلو باسكال Air at this pressure and flows with a velocity of 8 meter per second تحض درجة حرارة الهوى سرعته Flow over a flat plate هذه الفلات بلايت الdimension تبعها 6-1.5 temperature is 140 degrees Celsius ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنا عندي هنا هواء يعتبر بارد بالتالي هو البلوك الموجودة هنا قدامي درجة حرارة 140 إذن يكيد أن هذا الهواء هيبرد هذه البلوك إذن الساخن هو البلوك هو اللي حد يعطي حرارة للهواء المطلوب determine the rate of heat transfer from the plate in the air flows parallel to the أولا إذا كان parallel to the 6 meter long side اللي هو 6 meter إذن هو حالا ما شيئش flows مع هذي 6 meter بهذا الاتجاه B إذا كان flows مع 1.5 meter side مع أنها ما شيئش في هذا الاتجاه لاحظ في هذا الاتجاه زي المرة الماضية كان ما شيئش في هذا الاتجاه لا إلا ما شيئش في اتجاه لآخر ودنا نشوف أي شيئش هل هي تترانسفر ريت هل فيه فرق بين الاثنين أم لا أولا نأخذ الproperties مثل ما قلنا دائما لازم نأخذ اللي هي temperature film temperature temperature بين الاثنين بين surface temperature والt infinity surface temperature والt infinity هنا v plus هنا v plus إذن درجة الحرارة هي عند 80 هي film temperature لما نكون عند one atmospheric pressure إيش اللي يحصل نحصل هذي من التابل الموجود عندنا نطلع هذي هذه القيم اللي هي قيمة thermal conductivity والبرانتل وقيمة kainamatic viscosity thermal conductivity والبرانتل ما يتعلقوا بالpressure هذو مهما كان pressure قيمة المثابة لكن dynamic kainamatic viscosity هي اللي تختلف هي اللي تختلف إذن لازم نأخذ اللي هو إيش الpressure اللي عند اللي هو في المدينة اللي دامفر هذي والatmosphary pressure نقسمهم على بعض يعطينا 0.83 نأخذ هذه kainamatic viscosity ونقسمها على هذه القيمة يعطينا kainamatic viscosity في هذا elevation تساوي هذه قيمتها مش قيمتها عند atmospheric pressure اللي يطلع عندنا table هلا ودنا نبدأ أولا ب لما نكون الflow ماشي علاش على long along the long side اللي هو 6 meter نحسب الـ renalds number عند نهاية عند نهاية هذه الـ plate عند نهايت هنا طول 6 meter إذن characteristic length هنا هيكون 6 meter velocity 8 meter تقسم على kainamatic viscosity إذن الـ renalds number عندنا هنا 1.88 عشر قوة 6 أيش هو critical renalds number في حال flat plate هو 15 قوة 5 إذن نحن هنا which is greater than critical renalds number as we have combined laminar and turbulent عندنا الاثنين يعني combined بين laminar والترب لما يكون the average nasal number for entire plate is determined to be بهذا الحال النسل number يساوي قيمته هذه لاحظ لما يكون combined بين laminar و tear بلا نطلع النسل number هنا هو بدلالة print اللي طلعناها من table و renalds number اللي حسبناها من شوي الh نطلعها بدلالة النسل بدلالة k والl عندنا في هذه الحال هي 6 نطلع الh هي 13.8 طبعا الh نحتفظ القيمة اللي نحن نحسب بها تدخل عندنا في حساب q dot هي transfer rate لكن أولا خلينا نحسب service area service area ما لا علاقة هل هو flow ما شف هذا الاتجاه وهذا الاتجاه دائما هي h هذه service area اللي هي 1.5 كان في 6 اللي هي 9 m square إذن service area معروفة TS 140 و T infinity اللي هي 20 إذن q في هذه الحالة هو 1.43 10 قوة 4 watt الآن ودنا نروح ال b لما يكون flow ماشي في هذا الاتجاه إذن طول plate في هذه الحالة يعتبر 1 نص رينولد number at the end of this plate يعني هو جاء من هذا الاتجاه إلى أن وصل هنا أخذ الطول اللي هو 1 5 الفلوسطي نفسها زي المرة الماضية ون نفسها لكن المرة هذه لاحظ الرينولد number عندنا أقل من الكريتكر رينولد number في حالة الفلات plate إذن we have laminar flow over the entire plate ما دام عندنا laminar فالنص number حتى اختلف عن المرة الماضية إذن هذه قيمتها مطلع من H لكن L هنا اختلف عن المرة الماضية لماذا؟ لأن L عندنا 1 5 لأن نتكلم عن short sight K نفسها من جدول ما اختلف Q dot تساوي AS AS مثل ما قلنا المرة الماضية نفسها لأن المساحة من ساحة سطح هذه البلوك دائما هي 1.5 في 6 اللي هي 9 الفرق في درجات الحرارة اللي هو 140 تبع البلوك وال20 اللي هو تبع الهواء إذن Q dot تساوي 8670 أقل بكثير من المرة الماضية لماذا؟ لأن لما يمشي الفلود فلو عندنا في هذا الاتجاه بما أن L هي 6 متر فحيكون أيش في هذه الحالة حيكون تيربيلنت وفي التيربيلنت يحصل عندنا انتقال حرارة أكثر بكثير من لما يكون عندنا لامينار لما كان عندنا في هذا الاتجاه صار كاركتريستيك لينك عندنا واحد ونص وبالتالي صار الفلو عندنا لامينار وبالتالي كمية انتقال الحرارة هي أقل بكثير إذن من الأحسن لو أبرد البلوك هذا بأسرع أني أجيبه من هذا الاتجاه بحيث أنه يكون تيربيلنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا